أهمية السعر وللسعر أهمية كبيرة تتمثل فيه أولاً أنه يعكس العلاقة بين العرض والطلب حيث يكون نتيجة لتفاعل قوى العرض مع قوى الطلب ثانياً يعكس أيضاً ما يتوافر في السلعة من جودة إذ يفترض وجود علاقة حقيقية بين جودة السلعة وسعرها ثالثاً قد يستخدم سلاحاً للمنافسة أي تكون المنافسة على أساس السعر ويطلق عليها المنافسة السعرية رابعاً يحدد الإرادات وبالتالي الأرباح